بيت الهناء بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة بيتكم بيت الهناء كل البيوت أكيد فيها السعادة والهناء وكل البيوت ما بتخلوا من المشاكل المشاكل الزوجية ممكن تكون بتتزايد باختلاف المشاكل إذا كانت نفسية أو إذا كانت اجتماعية إذا ثقافية ما بين الزوجين في كثير من العلاقات اللي بتنجح وبتستمر وفي كثير من العلاقات اللي بتفشل وللأسف ممكن توصل لمرحلة مطلع أموماً تأثير العلاقات الزوجية خاصة إذا كان فيها مشاكل على الأطفال ممكن تكون لها تأثير سلبي يوصل لها تحد طبعا وضعنا هل ناقشه اليوم لأهمته في بيت الهنى مع المختصة في الخدمة الاجتماعية أستاذ أعمال عثمان مكي هتشرفنا بعد شمية خليكم بها أهلا بكم مشاهدين وصلت لصالون بيت الهنى أستاذ أعمال عثمان مكي وهي مختصة في الخدمة الاجتماعية أهلا ومرحبا بك شرفتين كثير في بيت الهنى أهلا نصح لنا سكرة تسلم أولا السبب المشاكل شنون بين الزوجين شايفين كثير يقول لك والله أنا بشكل من راجل بيقول زي القعدات كنا حتى الرجال على فكرة ما يزعلوا لكن الرجال برضو بيقعدوا وبيشكوا كل واحد المرأة والمرأة المشكلة شنو حصلة؟ الحصل شنو بالزبط؟ والله هي المشكلة في تقديري إنوانا يعني يعني المرأة مرقت للعمل تي ما بقوله وده زاد أعباءه وزيادة الأعباء دي يعني يعني بيتيج عليه كزولة موظفة وربة منزل وأم وزوجة يعني فكترد علي المسألة وبالمقابل الزوج اللي هو ممكن يكون ما ما دارين كمان نظلم نظلم الرجال لكن يعني ثلاثة أرباع من النوع الممكن نجي داخلين أنا وهو سوا مثلا من الشغل وهو يمسك جريت ويرقوا دقرة وأنا أدخل المتبخ فدي يعني يعني ذول بحس بحس فيها بمرارة يعني في إنو نحن ما شغالين سوا وأنا شغالي دا يعني ما برضو قاعد أساهم في البيت إذن إنو أنا ما بساهم لو مسكت رقبتي أنا أنا أفتكري إنها دي حسنة من الحسنات وأنا طورت رقبتي وعذا البيت بيخلي بيخلي المرأة نقناقة يعني بتفتعل المواضيع وبتفتش النقام أنا تخيل لي زيادة تلعب على المرأة بالإضافة لإنو يعني يعني عدم عدم موجود رياضة الأطفال عدم موجود الخدامات اللي في البيت بيسعر معقولة عشان الزول ممكن يشوف ليه خادمة خادمة بتاعت منزل دي كلها بيزيد عليها الأعباهي كزولة موظفة وبخليها ممكن أنا ما داري أقول بتقصر لكن غد يكون في تكسير ولأنه رفيقة شارك حياتها قاعد لها بالمرصاد وبفتش لي بالوحدة كمان ما داري أقول كلهم لكن طلت ترباعهم يلا دي خلت بيقيت في مشاحنات كتيرة شديد يعني في أنه ما رادي يتقبل الوضع الحاصل وفي نفس الوقت في المسكينة كمان يعني يعني ما هي بني بشر وبني آدم في النهاية وعندها طاقة محدودة وعندها زمن محدود وعندها يعني كل الحاجات بالنسبة لها يعني يعني محدودة يعني بيقيت محدودة وبيقت كمان الضغط عليها بزيادة يعني إلا تبقى سوبرومن زي ما أقوله عشان تقدر تقطي كل الحاجات اللي هي كان دائرة منه ودعاونة وشاركة وإذا الناس شاركت ودعاونت المزال بتمشي بصورة يعني مرضية كل الأطراف وفي تجارب كثيرة يعني بنلقى إنه فيها ما شاء الله يعني الرجال والسيدات بيتعاملوا بيقدروا يفصلوا الأمور على حسب حوجاتهم يعني حتى ما إلا حكايتنا بقولك الرجل يدخل المطبخ ما شرط يعني لأنه فيه طبعا بعد الرجال ما برضوا لكن حتى بنسبة في قرية الأطفال فممكن يخش ويقرأ أولاد وهي الفترة دي بتعمل فعموما هو نوع من المشاركة ألا المشاكل دي حاجة طبيعية يعني مسألة المشاكل هي ملح الحياة وتوابل الحياة الناس بيقدر تقول لا يعني بيقدر هي فلفل الحياة وشطط الحياة هي والله يعني الصراع عموما أنا بالنسبة لي الصراع أموما بيطور الحياة يعني الصراع اللي هنا نسمينا هي المشاكل بتطور الحياة مفروض ومفروض عايدة ما يكون سلبي دمتين إذا هي اتحلت في وقتها يعني إذا اتحلت في وقتها إذا أي مشكلة اتحلت في وقتها ما تراكمت دي 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 بتكون 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 مفيدة جدا جدا يعني وبتدي بتدي الدافع اللي منه الناس يمشوا يعني لكن إذا المشاكل تراكمت والناس معاش بمشاكلة والمشاكل بتزيل فدي هذي بتكون بتخلي زي ما قلت تبقى فلفل الحياة وبتبقى شطط الحياة وبتبقى التعاسة هزات يعني وزي بيبقى فتش لحلول تاني يعني ودي المنصيبة هنا أمو إن شاء الله ما تصل للحلول التاني اللي إحنا ما بنرضى طيب سوزان ما إحنا عملنا استطلاع سألنا الناس برأيك ما هي أهم أسباب الخلافات ما بين الزوجين نشوف الناس قالت شنو نفضلنا دايماً الستات بيختاروا يعني الكلام بيقولوا الكلام يعني بوقيت غير مناسب والمناغشات دايماً دي بتأدي لها مشاكل العائلية وأسباب زي دي يعني الخلافات الزوجية اللي هي أكثر حية تتمسأل على شنو العلاقة بدون حب أو بدون عريدة أو إنسان تزوجي لأول مرة ما تعرفيه النقة والغيرة وتدخل الناس تدخل الناس في الحياة الزوجية والحاجات المادية بتسبب مشكلة للزوجة أكثر نتمنى إن شاء الله نمركم في مشاكل في الحياة لكن عموماً بسبب الضغوط ممكن تكون فعلاً كل عصر عنده مشاكل خاصة فأنا نتمنى إن شاء الله إن نقدر نفادها من خلال الحلقة اللي إحنا هنقدم فيها شوية أمور لها علاقة طبعاً بالعلاقة الزوجية إن شاء الله أستاذ أبال يعني خلينا نقول بأن العلاقة ما بين الزوجين لما يحصل فيها نوع من المشاكل بيتأثر نفسته وبتتأثر هي يعني بيبقوا اللي اتنين مش غير إنهم أصلاً بيناتهم مشاكل حتى الواحد بيكره نفسه دي بترجع لي شنو؟ دي ما بترجع لكثرة المشاكل المتحل حلت وتراكمت الكلام اللي قلنا أقوله شيء إن هي يعني إتراكمت إتراكمت وبعدها بيقيت زي ما قلتك هما في زول طائقة تاني ومش مع طائقين بعض يعني زي ما قلنا هو بفكر عادة بيفكر في حلول يعني الحلول دي قد تكون الزوجة الأخرى قد تكون الطلاق قد تكون يخلي البيت ويمشي بس وغد تكون كلها يعني بالنسبة لي كحلول فردية ممكن أنا ما دار أقول الرجال أنني لكن عادةً قاعدين يتخذوا الغرارات دي مرات براهم من غير ما يقعدوا ينقشوها كأسرة أو ينقشوها هم الاثنين مع بعض يعني يعني زمان صحيح بعنا وجدودنا دي لما كان مثلا الواحد فيهم دار يتزوج مرة تانية أو كده بيقاعد المرأة الأولى وبيقول لنا ماشي وفلانة يعني حتى بتصل مرحلة والكلام ده حتى قريب يعني واحد قال لي من الناس الكبار الأعمام الكبار بأنه ماشي يتزوج لأنه نفسه مثلا في البيت زوجته ما جابت ليها أولا فالمرأة نفسها مشت وتقدمت للزوجة الجديدة فالمسألة دي زمان كان موجودة تفتكر أنه اللي هو غياب الصراحة وغياب العلاقة الواضحة ما بين الزوجين هي اللي بيكون لها تأثيرات زي دي لأني قلت كلمة تتراكم فيتراكم لي معناها؟ أنا أفتكر غياب الصراحة لها أثر أثر كبير وأنه الناس ما تناغش حاجاتها وتصل فيها لنتائج بعدين بالإضافة لكده يعني إيه تلما لما تكون في مشكلة ومو أنت تفكر تفكر بصورة ذاتية أو بصورة عنانية تحلها براك أكيد في طرف تاني حيتأثر بالمشكلة دي يعني غير الأطراف الحوالينك يعني فبيقب بالضرورة أنه الناس تقعد وتشوف حل المشاكل كيف وزي ما قلت يعني لو وصل لأنه عايزة زوجة تانية بتبقى فيها الحتة بتاعت الاحترام لها وما يغدر بيها وما يخونها يعني ما اللي يخدها ويكلمها يا بنت الناس حاصل 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 وأنا أفكر أنه نحن وصلنا لها المهمة حسب العبارات اللي بتكون وقتها يعني احترم نفسها ويحترم ذاتها ويحترمها كزولة بني آدمة يعني صحيح وكإنسانة ويغدر فالحة تبيعي عشان هي ما في زول بيرضى يزوجوا فيه يعني عموما زي ما أقوله هنال دور حار يعني لكن أنت بتحترم فيه أنه يعني احترمك وغدرك وكلمك ومش عرفتها بالصدفة صحيح أو عرفتها بعد ما حصلت أو عرفتها بعد ما همات ودي برضا بتكون يعني المهم في النهاية حصلت كثير كثير شديد يعني بيتيجي واحدة بتبكي بيحرقة بيقوله دي ما لا بعد شبكي بتتضح لنا دي الزوجة التانية فإذا وهي الزوجة الأولى بتكون كان لها مراد تقوم تجري تخلي خلي اليوم يا كاف الشر بالنسبة للأطفال يعني هنا نجل أنه واتكلمنا على المسببات العامة اللي ممكن تخلي الزوج يصل مرحلة إنه يزوج بدون ما تعرف زوجته يعني يمكن هي ما كان حاجة موجودة لكن أصبحت موجودة في الوقت الحالي تأثير المسألة دي على الأطفال شنو أستاذ عمال إحنا زي ما بقولوا جينا طبعا أن الأعمار معلشان أسفل مقاطعة هي بتختلف ما بين الأعمار الصغيرة جدا وما بين الأعمار الشباب فكلها لها تأثيرات نفسية وخاصة للمراهقين حابة نجاوب عن المسألة دي بصورة واضحة أصبحت الفاصل خليكم معنا مرحبا بكم مشاهدينا ومرة تانية يتواصل معاكم وعموما موضوعنا نتمنى إنه ما يكون في أي مشاكل ما بين الأزواج لكن هي كدراسة كده نعمل بإنه الأسباب اللي بتخلي الزوجين يبقوا بيناتهم خلاف ومشاكل شنو إن شاء الله هل يكون في حلول في خلال حلقتنا اليوم أهلا بكم مرة تانية أستاذ أمان أهلا تستمر طيب إحنا تكلمنا يعني قبل الفاصل نوهنا بإنه المسألة لها علاقة بالأطفال بصورة مباشرة المشاكل ممكن تأثيره يكون شوهو بالنسبة للطفل طيب أولي ده يعني أنا فتكري أن ده سؤال في محله مهم شديد في إنه المشاكل اللي بين الأزواج يعني عادة ما بيكونوا هم برهم الأطراف بيكونوا في طرف تالت بيناتهم واللي هو الأطفال عاددا والأطفال ديل هم لو جينا حتى لو كانوا أطف يعني كبار في العمر وبرضه هم بتأثروا بالمشاكل اللي بتكون بين أمهن وأبوهن وتأثير تأثير ده غاتينعكس عليه شخصية الطفل ذاته وغاتينعكس عليه في إنه تحصيله في المدرسة يكون فيه مشاكل يكون فيه عند الطرافة الشخصية يكون ما قادر يحصل بصورة كويسة يكون كثير يعني بشرط كتير بسرح كتير يعني بسرح بزهنه يكون يعني يعني على بعضه كده ما قادر يعني طوالد حسابيه هو خايف من إنه اللي بيحصل شون يعني وإحنا وإحنا عادة يعني لما يجونا أزواج عندهم مشاكل في المستشفى فاكونا بنقول لهم إنه من الأفضل من الأفضل وده العرف اللي كان متبع زمان أيام كبارنا زي ما بقولوا إنه المشاكل هما فيه زي ما قلنا ما فيه بيت ما فيه مشاكل صحيح يعني كالضابل بيقول إنه ما عنده مشكلة كده من الأول يلا بالضرورة بالضرورة المشاكل دي تكون في الحدود الخاص بين الزوجين الاثنين وما تطلع عشان ما تصل للأطفال لأنه ونص إنها وصلت للأطفال دي معناها الطفل ده ممكن مش باع المدرسة ممكن مش باع الروضة ممكن إنشور فيه وسط الأسرة بصورة عامة يعني والله يا أبوي ومي يوم بارح يشاكلوا وقالوا 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 أبوي يشاكلوا كده يعني فالمهم يعني بالضرورة قاعدنا أقول لهم إنكم أنتم يعني حاولوا إذا ما في طريقة تتشاكلوا إلا قدام أولادكم أمروا تشاكلوا برا يعني أمروا برا جنينة بأي حتة أي حتة ممكن تكون يعني يتناغشوا فيها وهو عادة بيكون نغاش في والحدة صحيح يعني النغاش الفي والحدة ده عشان ما يأثر سلبا على الأطفال مفروض يكون في الحتة الخاصة بيناتهم يعني أنا أفتكرة إنه برضو لما يكون في جنينة وكده حتى ممكن يهدي من نفسياتهم فيتكلم وبيهدوء أكتر من إنه يكون ما بيقدروا طبعا برا يقوم ويطلقوا صوت عادية بعدين الحتة ذاتة ممكن تكون يعني تغيير الجو وتغييرين كنت مركتا يعني ممكن المشكلة تتحلى ممكن يذكر كيامتا زمان كنتوا بتمرقوا كنتوا بتدخلوا يعني أيام العلاقات الأولى اللي كان فيها ما دار أقول التمثيل لكن اللي كان فيها الشخصية التانية لكل الأتنين فبعد ذلك بتبقى هي المشكلة إنه لأنه إذا حصل الأطفال يتأثروا بالمشاكل زي ما قدتا ده بيأثر على استيعابهم في المدرسة يعني يزور حتى ممكن يكون في الحصة سرحان ممكن يكون تحصيله الأكاديمي جلة ممكن يكون تحسابه ذاته مهموم ممكن تحسابه يعني لو حسب إنه فيه توتر كده يعني خلاص هتكون فيه مشكلة بكونه متوتر يعني يعضي صباعه ماسق قلم يعضيه المهم في النهاية بيبقى هو ذاته عصبي ونيرفس يعني يعني تأثر على الأطفال يعني لا لا قتحشك قتحشك يعني طب التأثر ده أستاذ أمان ممكن يستمر معهم طول حياتهم يعني ممكن لما يبدو كبار أو يبقوا كبار تأثر حتى في اختيارهم لأزواج يقول لك والله العرسوا سووا شنو ولا لما ليجي يتزوج ممكن تأثر عليه بالنحية هو والزوجته كمان في المستقبل هي طبعا يعني بعد ذا بتبقى حسب الحلول اللي بتتحل زاتها يعني إذا تحلت حلول الناس فيها افترجت وبيقى فيه يعني الأب والأم يفترجوا أو كده ممكن ده يكون تأثيره سلبي أكتر اللي هو تعني بيكون في عقله الباطن إنه أم وأبو حصل المشاكل ويختلفوا وهو ما حيتزوج عشان ما يحصل ليه والحصل ليه أم وأبو لكن ما عادة أمرار فيه مشاكل كتير بيقوم بيحصل عليها يعني يعني الناس بتحتويها وبتمشي يعني بتحلها وبتمشي يعني فده ممكن يكون لو زول كان طفل صغير يعني يمكن ليه قدام إنس المسألة وهو شايف أم وأبوه قال له قدامه قاعدين يعني ما قال له الأم براه والأب براه فبتمشي المسألة يعني ممكن أسره يقل وما تترك أسر إباريه ومدى حياته يعني بيكون الأسر انتهى لأنه خلاصه شايف أم وأبوه قدامه والمدره دي زمان وممكن يكون لما يكبر شويه بكون عارفة إنه أي أسرة ممكن يكون فيها مشاكل لكن بيبقى بس كيفية تحل المشاكل دي هي كيفية نعم إحنا عمال نستطلح تاني أستاذ عمال سألنا الناس كيف يمكن تدارك الخلافات الزوجية وحلها تعالوا تشوف مع بعض الناس قلت شونه أكي شوف بالتفاهم بين الطرفين بحيس إنه كل واحد يتفهم الآخر والإحترام مهم جدا والإحترام بين الطرفين برضو ممكن تدارك المشاكل اللي بتقوم بين الزواجة الناس يعني تحب قدر إمكان ترجع الحقيقة كانت زمان قبل الزواج يعني تعمل مفاجآت وقعدات وطلعات كده يعني تحبيب الناس قريب من بعض يعني أكثر قبل الزواج طبعا بيكون في هدايا فيه كلام فيه رومانسية الليل حاجات دي ما ترجع بعد الزواج نادر إحنا ما نشوف حاجات دي قبل الزواج أما بعد الزواج فهي بتندر يعني نادر ما نلقى ناس كده فيا حب بزلة وحاجات دي رجعت بعد الزواج فالحياة بتكون سعيدة وماش في حلول إذا تفاهموا مع بعض وحلوا كل البنون كبيرة صغيرة أكيد بتكون في حلول يعني نتمنى إنه يعني الكلام اللي تجال دي إنه ينفس في أرض الواقع وأكيد فيه كتير من الأفكار اللي بخلي الزوجين إنه يتداركوا المواقف ويتداركوا المشاكل وإن شاء الله القدام ما يكون في أي مشكله سيد أمال اتكلمت لي عن إنه تأثير المشاكل ما بين الأب والأم خاصة لو كان قدامهم بتبقى له يعني انعكاسات على التعليم على نفسيتهم طيب هل ممكن تأثير على نظرة الأطفال دي لوالدينه يعني يحس بإنه ما يعني ما محترم أبوه أو ما محترم أمه إذا كان بيتناقش بأسلوب مثلا ما جميل أو بيتناقشه حتى لو كان مناقش حادا المهم هو حس بها إنها مسألة كبيرة أنت عارفة دي بالعكس بيكون أسر سيل بي لأنه في نهاية بتحييذك صاري ما بتخليك حيادي بتخليك متحييز يعني أنت بعد ذلك بتأخذ بتشوف بنفيون يعني تتحييز لأمك تتحييز لأبوك حسب شخصيتك يعني والتحييز دي بيكون في مشكالي يعني معناها أنت بتفضل زول على التاني وطالما إنه بيكون بيكون تفضيل معناها أنت بتفتش للماء بتفضله ده عيوبه وطالما بتخد تليه الحاجات بعيوبة يعني فعشان كده دي بيكون تأثيرا يعني في إنه الأطفال زي ما قلنا بتحييزوا والتحييز داقة تخلق مشاكل تاني يعني في إنك كدتا ممكن تنظر لأمك أو أبوك نظرة دونية ممكن تنظر له على حسب الزول اللي تحييز تليه يعني ممكن تنظر له لأنه زول ما كويس لأنه بيعمل كده لأنه بيعمل كده لأنه كده فبكون فيها تأثير أكيد طبعا أكيد ما مطلوبة يعني في التهاي إحنا عايزين الاحترام والتقدير والتبجيل للأم والأب دايما يكون طيب بلسبة للزوجين كيف ممكن نديهم بعض الأفكار اللي هي تخليهم يقللوا شوية من مسألة المشاكل يعني طيب إحنا إحنا كنا بنقول لأي اتنين يونا في المستشفى وعندهم المشاكل يعني أو بصورة عامة حتى لو كانوا أصحابنا ولا الناس عندنا علاقة بيهم بيقولوني أنه إنتوا يعني حاولوا تحلوا المشكلة أول بأول بيس إذا غلبكم تحلوها يعني وهي لازم تتحل عشان ما تمشي لي قدام تباريكم يعني استعينوا يعني ممكن تستعينوا بيزول قريب ليكم استشارة زي ما هم بجونا المهم في النهاية ما فيها عيبة طلاقا ما فيها عيبة ونظر في نظر زيدي نظر في نظر زيدي إحنا طبعا عندنا في المجتمع السوداني أنه جاي للمستشفى بيصور أو يعني تمشي كتطلب مساعدة نفسية أو حاجة زي الوصمة كده يعني زي الانتخلاص يعني فأنا أفتكيري أنه بالعكس هذي يعني مزألة قيمة التحضر وغير ريمة التحضر بتحلح للحياة كتير يعني فينا كده لما تستشير ما أنتو الاثنين غلبكم بتكونوا دايرين رأي تالي يعني يا سبت لك رأي ويا سبت رأي بعدين ما أفتكير أنا لما زي ما بقوله نفرين يقول لك أعضانك ما في بتحب شي يعني صحي فبيبقى لما اثنين يدوقوا وينا كدت غلطان أكيد بتراجع رأبتك يعني وبكده المزألة بتكون تحلت يعني والناس بتمشي لقدام بعد ذا يعني يعني ما قدروا يقعدوا براهن ما قدروا يطلبوا أقرب الناس لهم يعني ممكن زول يكون صديقهم في الأسرة يعني برضو ممكن يطلبوا رايو المهم في النهاية هم يكونوا حريصين بينهم بأي شطة من الطرق براهن يحاول يقيروا الأجواء يعني إذا بيتناقشوا في البيت يمرقوا برا يحاول يخلوا الجو شوي يكون ما قدر أقول رومانسي لكن جو مختلف من الجو فيه الخلاف يعني جو مختلف من الجو فيه الخلاف ويحاولوا يخطوا واحد زي واحد بالساوي ثمين يعني صحيح وأتمنى إن شاء الله إنه اتنين دي تجي يكونوا الاتنين هدو ويكونوا الاتنين راقو ويتكون في أي مشاكل براهن شكرا لكم سيدا إن شاء الله أشكري كثير تسلم إن شاء الله شكرا لك لشكوم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل خليكم معنا أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا نتواصل معكم في بيت الهنى وفقرتنا القادمة هي مخصصة للمرأة السودانية نصايح مقدمة من دكتور أبو بكر محمد علي نصر استشارية طب النساء والتوليد نشوف مع بعض نصيحته لها يقدمه لنا تفضل نراحب بساعد المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد هنتحدث في الفقرة دية عن تشخيص الحمل وكيفية التلاؤم مع الحمل في فترة الأولى اللي هي في ثلاثة شهور بالنسبة لتشخيص الحمل أول أعراض تشخيص الحمل هو غياب الدورة الشهرية وعادة بعد الغياب بسبعة لعشر يوم فحص البول للحمل بيكون موجب فحص الدم ممكن يكون موجب قبل الفترة دية لأنه لجيس مستوى الهرمون بتاع الحمل في الدم بسرعة دقة من فحص البول وده ممكن قبل غياب الدورة الشهرين أقدر نشخص هذا في حمل عادة بتحس السيدة بإعياء وفتور وتغييرات في جسمها نتيجة للتغييرات الطبيعية مع الحمل في الفترة الأولى ومعظم السيدات بعرفينهم في بداية الحمل الأعراض لكلها أعراض طبيعية منها الفتور ضربة القلب بتحسن السدي بوجعة بتحسن بآلام في أسفل بطن خفيفة بتبقى في بعض الناس عندهم الرغبة في النوم وبتتفاوت الأعراض من شخص لشخص بعد كده بنحتاج أن نعمل موجودة وطيعش هلنأكد أن الحمل موجود وموجود داخل الرحيم بتبدأ أعراض الحمل بتظهر اللي هي أهم حاجة فيها نوع من الطمام وفي بعض الأحيان بيجي استفراغ في الحالة الزيدي الطمام والاستفراغ إذا كان حاجة خفيفة ما بتحتاج أنها تاخد أي أدبية لكن بنصحها بأنها تغير النظام الغذائي بصورة بسيطة اللي هو أنه تاخد الغذائي بتاعه بصورة منتظمة ويكون مفرقة من بعض لبعض في بعض الأحيان بيبقى فيه إزديات شديد جدا في الاستفراغ وفي الحالة الزيدي بيصهر بأنه بفي فقدان سوائل أو في فحص البول بيصهر أسيتون في البول وده ما عنده علاقة بالسكرين هي لأنها بالضبط زي الشخص المالاقي يأكل لفترة طويلة فبيبدأ الجسم يستبدل الطاقة اللي بإجراءها من الجلوكوز لحاجة تانية لا بد هنا من الدخول للمستشفى وتاخد سوائل بالدربات وتاخد أدوية عشان تهدي الاستفراق بواسطة الحقن يعني ندوع بالعضل أو بالوريد على حسب الحالة دي قعد تحصل مرات مع حملة توامو في بعض الأحيان التانية نصحتني أنه في الفترة الأولى في بعض الناس لما نحسوا بالسخونة في الجسم ويحسوا بالأعراضة الزيدي طوالي بيستعجلوا يقولوا لك نحن عندنا ملارية وده عادة يكون تشخيص ما صحي وفي بعض الناس بعد ما يلقوا التشخيص حق الملارية ما صح يقولوا من التهم أنه عندهم تايفوت دي كلها عراض بتاعة حمل وعراض طبيعية ما منها قلك لأنها شيء بيحدث عادي في الفترة الزيدي عشان كده من حبنة طمينة لأنه ما يستعجلوا ويمشوا يأخذوا على غير طبية ما في لا داعي غد تؤثر سلبا على الجنين بتسبب له ممكن لقدام أو في الوقت الحالي طوالي عيوب في الجنين بالنصح أني واصف في الفترة المتعال فوليك أسيد وإذا الناس يعني أخذوا الأمر ببساطة بتمشي الأمور إن شاء الله كويس جدا وبيستمر الحمل بصورة طبيعية وتقدر تتلقى معاه وفي الختام نتمنى إنه يقدر يمر في الفترة الأولادية لأنها شوية صعبة بسلام ويمشي الحمل بسلام والآن عودة إلى السيديو شكرا جزيلا مشكرا كثير دكتور نتمنى إن شاء الله الصحة والعافية تكون لكل الأسر وأيضا اختيار شريك الحياة اللي بيساعد بشكل كبير في الاستقرار الأسري والصحة بالنسبة لنا ولأسرتنا ولأطفالنا هنا أتشرق ذو تيفي إيميلنا نتواصل بيهم إن شاء الله دايما معكم وبكرة لنا مواعيد جديدة ودعناكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة